ذكرت وكالة الانباء الفلسطينية ان القوات الاسرائيلية استهدفت فجر اليوم المستشفى الاندونيسي شمال مدينة غزة بالرصاص وبالقضائف المدفعية مما تسبب بسقوط 12 شخصا بحسب ما اعلنت حركة حماس ونقلت الوكالة الفلسطينية عن شهود عيان قولهم ان القصف الاسرائيلي ادى ايضا الى انقطاع الكهرباء عن المستشفى بعد توقف مولداته عن العمل هذا وتواصل دبابات الجيش الاسرائيلي التوغل في محيط المستشفى الاندونيسي بدورها نددت خارجية اندونيسيا باشد العبارات بهجوم اسرائيل على المستشفى الاندونيسي كشف الجيش الاسرائيلي من ضرباته على قطاع غزة واستشبكات عنيفة مع مقاتلي حماس على عدة محاور في شمال القطاع وطال القصف الاسرائيلي منزلين في شرق رفح جنوبي القطاع مما ادى الى سقوط قتلى وجرحة كما شن طيران اسرائيلي سلسلة غارات على شمال غرب مدينة خانيونيس جنوبي قطاع غزة مما ادى الى سقوط ضحايا وكان قصف مدفعي اسرائيلي على حياء الزيتون والصبر جنوبي مدينة غزة فيما لا يزال عشرات الاشخاص تحت الركام في ظل الاوضاع الجوية وصعوبة وصول تواقم الدفاع المدني ترجمة نانسي قنقر